في سقوط كابل سريعا تأخذ الدروس والعبار للصمود شروطه إن افتقدتها كلها العواصم أو بعضها كان السقوط حتمية لا مفر طال الزمن أو قصر ظلت قلعة دمشق لم تترنح يعزو ذلك مراقبون إلى التفاف شعبي على خلاف الأفغان فلم يجدوا ما يستحق وهم يرقبون منظومة بلا مشروع وقد تجل ذلك في انهيار الدولة وأركانها كذلك كانت السلطة الأفغانية وجيشها تعداده أضعفا مضعفة إن قورن بأعداد طالبان لكنه في ساعات تقهقر وآثر جنده السلامة بالأنفس على الاستبسال في الدفاع ومن خلفه حكام يلوذون بالفرار في دمشق وغيرها من محافظات سوريا يجيبك أناسها إن سألت فعندهم في سلوك القيادة ما يشحد الهمم ولم تبرح دمشق برغم المخاطر الأمنية المحدقة وأما الجيش برغم انشقاق بعض أفراده وميلهم إلى التمرد على السلطة فقد حافظ على صلابته برغم استهدافه بتشجيع انشقاق المزيد والسر يكمن عند أهل البلد في كونه جيشا عقائديا زد على ذلك أن الولاء للدولة بالدرجة الأولى ما يحافظ على وحدته وتماسكه فضلا عن ارتباطه الوثيق بالدولة لعقود بينما في أفغانستان كان الجيش صنيعة الاحتلال وانتماؤه للدولة والبلد حلقة مفقودة تضغى عليها الولاءات القومية والقبلية ذاك يفسر استلام طالبان للمناطق وخضوعها بالتالي لسيطرة الحركة سريعا وماذا عن الحلفاء؟ تخلت واشنطن والأطلسي كله عن كابل برغم التحذيرات من الانسحاب السريع غير المتدرج فلم يكن بناء الدولة غاية في حد ذاتها قالها الرئيس الأمريكي مبررا سقوط كابل غاب الحرص هناك إذن وكان بقوة حاضرا من حلفاء دمشق عليها سواء من الدول أم من قوى المقاومة فسوريا الدولة ينبغي بقاؤها متماسكة غير مسلوبة السيادة يبقى على حلفاء واشنطن في سوريا أن يقرأوا التاريخ في حاضره فكابل على الخذلان الأمريكي ستبقى شاهدة